ويبقى من أشكال التربية بالكم هنعرف دلوقتي إننا نشجع أولادنا على العبادة عشان يبقى عندهم رصيد من الحسنات فيعملوا الله سبحانه وتعالى بالرصيد ويشعروا إن عبادتهم إن هم بعبادتهم متفضلين بيها على مولاه مش إنها فضل من مولانا سبحانه وتعالى زي ما قال سيدنا شعيب إنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يبقى التوفيق بالله ولذلك اللهم اهدنا في من هديت يبقى هو العبادة بتاعتها هي هداية من الله سبحانه وتعالى مش إننا ده أنا اكتهدت وعملت مجهود فأنا لازم أكافأ ولازم يبقى عندي ثواب عظيم ولازم أقول له أنت عندك ثواب عظيم فيبقى يتعامل مع ربنا بالرصيد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا السيدة عائشة عشان يبين مبدأ مهم جدا جدا أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك يبقى إلا حاصل ما فيش حاجة بقى ففي الحقيقة ما فيش رصيد وحسابات ولذلك الله سبحانه وتعالى يرزق ما يشاء بغير حساب والله سبحانه وتعالى يعطي ما يشاء يقول لي ما ربنا قال والحسنة بعشرة أمثالها ما أنت تعرف المجموع لما تعرف المثل هيتضرب في عشرة أنت مش عارف أصلا المثل يؤديه عشان تقول ربنا عملنا بالرصيد ولا عملنا بالرقم ما فيش غير فضل لربنا سبحانه وتعالى وللأسف التدين الكم ده رب الناس على أن الأساس في العبادة هو الكثرة في الكم مش الكثرة في الوصل والعبادة والصلة بالله فلما يكسروا من العبادات يشعروا بالتميز على غيرهم فيصابوا بالكبر والعياذوا بالله في حد يقولك طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذكروا الله ذكرا كثير يعني في كثرة هو أيوة نكسر لندخل في ساحة العبيد مش نكسر من أجل أن يزيد لنا الرصيد رصيد إلا هيزيد والله سبحانه وتعالى قال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه يبقى إذن احنا لا يمكن نتعامل مع الله بالرصيد رصيد إلا يجيب لنا إيه ورصيد إيه وكان ربنا هو اللي معطينا هذا العمل الصالح يبقى احنا أولادنا ما نخافش أنهم يعرفوا الحقائق دي فالأصل في العبادة هو الوصول للعبودية حضرة النبي لما عبد ربنا والسيدة عائشة قالت له لما تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبد شكورة يبقى هو أعلمها أن العبادة تكون للعبودية وللشكر يبقى دايما بقول كده العبادة ليست طلبا للرصيد ولكن العبادة رجاء من الملك أن يقبن في ساحة العبيد يبقى دوات رجاء من الله أنه يقبن في ساحة العبيد